اخوتي المغربة كوسكوس داري لا يخطاش داري فوق الطبلة نضرب حتى نضرب طعام كوسكس كوسكوس داري شركة مغربية و لديها منتوج جيد مطالبة من مقاطعة احد المنتوجات المغربية تسمى باسم مغربي المقاطعة من وراء شركة منافسة بالدولة الكرغولية بالجارة الشرقية كنا نعرف بان الشركة شركة الكوسكوس داري شركة مغربية و لديها منتوج جيد و لديها منتوج جيد و لدينا اشارة للشركة و لدينا نقول بان كل حاجة مغربية اصيلة مرحبا بها و كوسكوس داري بغيت يدخل داري و يوكله لدي في كل اشكال من تمر الجزائري و تمر الجزائري لوقيتك النادي بها مقاطعة تمر الجزائري فحاولوا يدرنا بالمثل و يضربنا شركة مغربية التي نعرف انها تعود لعائلة مغربية و ينحدرون اهلها و العائلة المالكة لها من جرسيف و شركة صراحة داري و احد الكوسكوس او المنتوجات ليس اغلاء الكوسكوس و انه المنتوجات داري فهي منتوجات في المستوى العالي من جميع منتجاتها فالوقتها صراحة لخص المغربة و خصلا تحدو على مقاطعة التمر الجزائري لانها تمر مصرطينا تمر كنا عرفوها جرت على تجارب نووية فرنسية كنا عرفوه كذلك تسقى بماء الصرف الصحي يرش عليها واحد مادة بيضاء اللي هي مادة حفظة للجوتات و من هالشي كل شي تجيب واحد دولة تريد تقسيم المملكة المغربية وتدعمه مرتزقات البوليزاريو من اجل تحديد وامن وسلامة المواطنين على المغربة العزل و شاهدنا كيفية المرتزقات البوليزاريو تتحدد الأمن للمدن المغربية منها السمارة وأوسرد وإلى غير ذلك لكن شوفوا أخوتي مغربة صراحة نحن اليوم خصنا نتحدو خصنا نتحدو ضد المنتجات الجزائرية و خصوصا طمول الجزائرية ويلي اكلت ذلك رغت درغي صحتك وكنا نكون لها يقين صدقوا في الصحافة الفرنسية صدقوا في الصحافة الأوروبية صدقوا في الصحافة الألمانية و الصحافة الكندية و شوفوا السنة الماضية الجهات المخطصة وخصصا لونسا و الجهات الأمنية في المغرب فهمت بشكل تمورفasدة من التمور الجزائرية وال تمور الجزائرية وعلى ما أقول والله على ما أقول شاهد السنة الماضية دخلت لواحد المحل قال لي تمور هو ريالي لو قلت اللي حزيت واحد تمورة شميتها حامضة ولو قلت اللي حليت لقيتها انها بدأت كتغمل لان رشين عليها واحد المادة اللي ديرها بحل عسل باش تبال معسله اذا الاخوة الكرام احنا اليوم خصنا نتحدو باش نتعاونو مع الشركة المغربية اليوم احنا خصنا نتحدو ونتعاونو مع شركة مغربية اللي فيها مجموعة ديال الناس خدامين وهذه الناس عندهم عائلات وكتعود بالفضل على المملكة المغربية حقا جابوا بان هاد الشركة درت واحد العقدة مع اسرائيل باش تصفت لها الكوسكوس ما تنسوش بان في اسرائيل كينين مغاربة يهود مغاربة وعندهم الهوية مغربية وكيديروا الكوسكوس وكيديروا الطعام كيمة يديرون المغاربة كاملين فشركة داري تصدر في اطار اتفاقية كانت ولكن البنية اللي خرجت به الشركة مكنش فيه هذا الامر هذا فاته هادوك يهود مغاربة نحن نحن نحضره في المنطقة وغاد تقول لي مثلا فيلستين وغاد تقول لي كادا وغاد تقول لي كادا بتخلي دك الحيطة لك انقصار بالنسبانيك ولك عارفه شغاد يدير بلا مجابني هنا وغاد تهضر معي اليوم انا المنتوج الموطني المنتوج المغربي المنتوج لهذا البلاد وهو منتوج كوسكس داري فانا ادعو المغاربة الى استعماله والحمد لله انه اليوم سيوقع انه كوسكس داري كل شيء الناس سيتمشي و يشريه معروف و سيتزاد التعرف اذا وبعد الجمعة سيتمشي للمغاربة واحدة و سيتزادة و سيتزادة واحدة كما سيتزاده اذا اجنبها و شركة الكارهغيلا و سيتزادة اخوان و دخلونا يهجمونا على للمغاربة لا يجب أن تكون لدينا سياسة القاطع إذا كنا سنقوم بعمل شيئا سوف نقوم بعمل شيئا واقعيا و شيئا ما نفهمها إذا أخوتي المغربة كوسكوس داري لا يخطاش داري أو فوق الطبلة نضربه طعام كسكسو السلام عليكم